مستمرين في اكتشاف واجهة المستخدم في باور بوينت 2013 والآن وصلنا لبغض تيكس غابيد ولدنا هنا يالفوق واللي كتوفر افتيرادين للرموز التالية هاد لباك يمكننا تشخيصها بإدافة أزرار أخرى لكنا في حاجتها مثلا لكنا كرقبوا بطباعة العروض دينا بشكل كتير فيكفي نضغطوه على هاد السهم كتفتح لنا هاد القائمة ليمكننا من خلالها اختيار الزر اللي غنضيفو بالنسبة لنا هنا يالآن محتاجين الزر إمبريسيون تالي كفي نضغطو عليه وكيتضاف عندي يمكننا أيضا نضيفو رمز آخر مثلا أوفغيغ وكذلك كيتضاف عندي الآن لابغينا نحذفو هاد الزر اللي ضفت فيكفي نضغط على الزر ليمن فلاصوغي ونختارو سبخيميادو لبغض تيكس غابيد الآن لكنتو كتساملو زر آخر بشكل كتير مثلا الزر نوفيل ديابوزيتيف اللي عدنا هنا في الانغلياكي فيمكننا كذلك نضيفوه لبغض تيكس غابيد بالضغط على الزر ليمن فلاصوغي ونختارو أجوتا لبغض تيكس غابيد وكي يدهر عدنا ويمكننا نستعمله نفس العملية يمكننا نقومو بها الباقي اللي كوماند اللي عدنا فلرجعنا لبغض تيكس غابيد وضغطنا على هاد السهم كتفتح لين هاد النافذة ومن بعد نضغطو هنا يا وهنا يمكننا اختيار إدافة أي زر مثلا نختارو إدافة الزر ترانزيسيون يمكننا تحدد ظهور المزيد من اللي كوماند بالضغط من جديد على اوتر كوماند عندنا هنا هي عدد كبير من اللي كوماند يمكننا نشوفو عدد أكبر باختيار توت اللي كوماند فهاد النافذة هادنا الترتيب اللي كي يدهروا به اللي كوماند في لبغض تيكس غابيد ولي يمكننا إعادة ترتيبها حسب أهمية استعمالها كنرجعو الواجهات المستخدم بالضغط على هاد الزر عن يلي أيضا يمكننا تغيير مكان نعرض لبغض تيكس غابيد فإلى ضغطنا عليها بالزر ليمن فلاصوغي كتظهر عندنا هاد النافذة وهنا يمكننا نختارو ظهور لبغض تيكس غابيد تحت لغيبان في حال تغييرنا الرأي دينا فكنارجعو ظهورها هنا يا فوق لغيبان إذن يمكننا الضبط لبغض تيكس غابيد بشكل اللي بغينا ويمكننا إعادة ترتيب مكوناتها بشكل أصلي بالضغط على بيخصفنا لبغض تيكس غابيد ومن بعد كنختارو هنا يا غني سياريزي كتفتح لنا هاد النافذة وكنأكدو بالضغط على أوكي وكترجع لنا لبغض تيكس غابيد بشكل أصلي ديالها